موسيقى عنوان حكايتنا أنتم متشوقون لمعرفته أليس كذلك؟ إنه عودة النهر وفيه دلالة على الماء والحياة انتبهوا قبل أن أحكي لكم حكايتي عليكم أن تجلسوا في أماكنكم وأن تستمعوا بشكل جيد لتتعرفوا على هذه الحكاية لكن سأريكم بعض المشاهد انظروا جيداً ماذا ترون في هذا المشهد؟ هل هو طفل وجده؟ أم هو طفل وخاله؟ أم هو طفل وعمه؟ الطفل اسمه عادل وماذا تلاحظون في المشهد الثاني؟ عادل الطفل الذي قلنا بأنه عادل وهو مع إما خاله منكم من قال بأنه عمه ومنكم من قال بأنه جده ماذا يفعل في هذه الصورة؟ هل يسلم على رجال القرية؟ أم أنه يبدي دهشته من اختفاء شيء ما؟ اختفاء نهر مثلاً؟ أو أنه يتحدث مع رجال القرية عن جمال الطبيعة؟ لاحظوا المشهد الثالث إنه نفس الطفل العادل مع جده أو خاله أو عمه سنعرف ذلك حين سنحكي حكايتنا ماذا يقول هذا الطفل مع من يتحدث؟ وماذا يقول بالضب؟ هل استوقف هؤلاء الرجال ليسألهم عما يفعلون؟ أم أنه يتحدث مع جار جده؟ منكم من سيقول بأنه استوقف فرداً من أفراد القرية وسأله عما يفعل الباقول؟ ومنكم من سيقول لي أنه يطلب منهم الاعتذار من النهر ومحاولة تنظيفه وفي المشهد الأخير نفس الشخصيتين تظهران إنهم عادل وجده أو خاله أو عمه يشيران بيديهما إلى نهر أمامهما النهر الذي كان في الأول بلا حياة والآن أصبح يجري ماذا يفعلان؟ هل يبدي هذا الولد استياءه من النتيجة؟ أم أنه يعبر عن فرحته بعودة الحياة للنهر؟ سنتعرف على كل هذه الأشياء وكل هذه الأحداث بعد أن أقرأ لكم حكايتي هذه لكي نعرف مع من كان يتحدث عادل سأقرأ لكم أولاً الحكاية هل كان يتحدث مع جده؟ أو مع خاله؟ أو مع عمه؟ ومن هؤلاء الأشخاص؟ الآخرون الذين يوجدون في المشاهد؟ استمعوا جيداً وانتبهوا وسترون من هم هؤلاء الأشخاص؟ وعم ماذا يتحدثون؟ وماذا كان يقول لهم عادل؟ وكيف انتهت الحكاية؟ وسترون جيداً هل ما توقعتموه هو ما يوجد في الحكاية؟ أو أن لها معنى آخر؟ ولها هدفاً آخر؟ استمعوا جيداً وانتبهوا عودة النهر اعتاد عادل في كل عطلة أن يزور القرية التي يقطنها جده فيخضي بها أسعد أوقاته يتنزه على ضفاف النهر الذي يمر وسطها ويصيد أسماكه بصنارته في الصيف الفارت صار عادل القرية ففوجئ باختفاء النهر ولم يرى سوى مجراه الجاف وأرضه المشققة لا ماء ولا أسماك الأزبال تغطي النهر وروائحها تزكم الأنوفة وغير بعيداً تجمع الأهالي يحفرون بئراً سأل عادل جده ماذا جرى للنهر؟ فأجابه بحسرة أهمل الأهالي صيانة النهر ونضافته وتناسوا أنه مصدر خيرهم فتوقف عن الجريان حفروا الآبارة لكن دون جدوى ولم نعد نجد المياه الكافية لسقي ماشيتنا ورأي بساتيننا توجه عادل نحو الأهالي وخاطبهم الحل لذي إذا أردتم النهر وما هو هذا الحل أيها الذكي الصغير؟ اعتذروا للنهر عن إهمالكم له فالنهر غاضب منكم وكيف نعتذر إلى نهر؟ هل تمزح معنا؟ الاعتذار يكون بتنظيف مجرى النهر من النفايات أخذ الرجال برأي عادل وراحوا ينظفون مجرى النهر أملا في عودة المياه انقضى فصل الصيف والخريف لكن النهر لم يعود بدأ الشك يعتر الأهالي وما إن حل عادل بالقرية مرة أخرى حتى بادروه بالسؤال أين صديقك النهر يا فتى؟ لقد عملنا بنصيحتك لكن النهر لم يعد تبسم عادل وهو ينظر إلى السماء الملبثة بالغيوم ثم قال عليكم بالانتظار قليلا فما أضاعته أيديكم في سنين لا يعود في شهور هبت الرياح معلنة قدوم الشتاء فهطلت الأمطار وسالت الجداول ثم أشرقت شمس الربيع الدافئة وذابت الثلوث المتراكمة على الجبال وتدفقت المياه وانهمرت العيون فعاد النهر يجري من جديد ابتهج الأهالي بعودة المياه وعاهدوا عادلا على صيانة النهر والمحافظة على نظافته أحبابي كيف كانت حكايتنا مسلية ومشوقة جدا أليس كذلك؟ لكن هل ما توقعتم هو ما حصل في الحكاية؟ لا هناك من توقع بأن عادلا ذهب إلى القرية عند جده نعم وهناك من توقع بأنه ذهب عند خاله وهناك من قال بأنه ذهب عند عمه لكن الحقيقة أنه ذهب عند جده إلى أين؟ إلى أين؟ كما سمعتم في الحكاية أحبابي هناك من قال بأنه ذهب في زيارة في آخر الأسبوع لرؤية المناظر الطبيعية وهناك من قال بأنها زيارة سريعة لشخص من عائلته لكن هناك من قال بأنه جده والحقيقة فعلا أنه جده ومنكم من قال بأن الأشخاص الآخرون هم أهل القرية وهناك من قال بأنهم جيران عم الطفل أو خاله أو جده لكن هناك منكم من قال بأنهم أهل القرية وهم فعلا أهل القرية أحبابي بعد حكينا للحكاية عرفنا من هم هؤلاء الأشخاص وإلى أين ذهب عادل ومع من تحدث وعن ماذا تحدث ومتى ذهب إلى القرية وكيف كانت النتيجة وما هي كل الأحداث التي دارت وكيف كانت النهاية أعزائي التلاميذ أعزائي التلاميذ عزيزات التلميذات مرحبا بكم اليوم سنقدم لكم درس في مادة الرياضيات تحت عنوان قياس الكتل الكيلوغرام وأجزائه للمستوى الثالث ابتدائي إذن فانتبهوا معنا خلال هذه الحصة ستتعرفون على العلاقة بين وحدات كياس الكتل وستتمكنون من المقارنة بينها كما أنكم ستقومون بتوظيف وحدات كياس الكتل الكيلوغرام وأجزائه أعزائي التلاميذ كما جرت العادة سنفتح حصتنا بالحساب الدهني إذن خذوا بطاقاتكم اليوم سنراجع جدول ضرب ثلاثة إذن سنقوم بدرب ثلاثة في الرقم الذي ستشاهدونه على البطاقة إذن ثلاثة في سفر ثلاثة في سفر كم يساوي؟ نعم جيد إذن يساوي سفر إذن ثلاثة في سفر يساوي سفر جيد أحسنتم الآن ثلاثة في خمسة ثلاثة في خمسة كم يساوي؟ نعم إرفعوا البطاقات جيد أحسنتم جيد جيد إذن يساوي خمسة تعشر جيد إذن الآن ثلاثة ستقومون بدربها في سبعة إذن ثلاثة في سبعة إذن كم يساوي؟ نعم جيد إذن واحد وعشرون جيد الآن سنراجع جدول ضرب أربعة إذن أربعة في واحد إذن أربعة في واحد كم يساوي؟ إذن جيد أحسنتم أربعة في واحد يساوي أربعة جيد أربعة في واحد يساوي أربعة أحسنتم إجابة صحيحة إذن الآن أربعة في تمانية أربعة في تمانية كم يساوي؟ جيد أحسنتم إذن أربعة في تمانية يساوي إثنان وثلاثون أحسنتم الآن أربعة في ستة كم يساوي؟ أربعة في ستة جيد أحسنتم إذن أربعة في ستة يساوي أربعة وعشرون جيد أحسنتم أخذوا معي كراسة الرياضيات ودفتر الأعمال المنزلية إذن أقوموا بوضع الكراسة في اليد الأولى والدفتر في اليد الثانية لاحظوا هل الكراسة أتقل من الدفتر أم الدفتر أتقل من الكراسة نعم جيد أحسنتم إذن الكراسة هي أتقل من الدفتر جيد أحسنتم الآن سأخذ كتابان إذن وسنحاول المقارنة بينهما ماذا تلاحظون؟ ما هو الكتاب الأتقل؟ هل الأول أم الثاني؟ نعم جيد إذن كما تلاحظون هنا الكتلة أو الكتلة الكتاب الأول متقاربة مع كتلة الكتاب الثاني إذن فأيهما الأتقل وأيهما الأخف؟ إذن للإجابة عن هذا السؤال ماذا سنستعمل في نظركم؟ نعم جيد أحسنتم سنستعمل الميزان هذا هو ميزان روبروال ما نسميه باللغة الفرنسية بالانس دو روبروال بالانس دو روبروال هل الميزان كافي لتحديد كتلة الكتاب؟ جيد أحسنتم وغير كافي لتحديد كتلة الكتاب إلى ماذا سنحتاجه في نظركم لتحديد كتلة الكتاب إلى جانب ميزان روبروال؟ جيد أحسنتم جيد أحسنتم 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 نسميها باللغة الفرنسية جيد أحسنتم إذن أحيط بخط القياس المناسب أولا ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ نعم جيد أحسنتم إذن حبت موز جيد الصورة الثانية ماذا تمثل؟ نعم ياغورت جيد أحسنتم والصورة رقم ثلاثة ماذا تلاحظون؟ جيد دجاجة جيد والصورة الأخيرة ماذا تمثل؟ إذن حصان أحسنتم إذن كما تلاحظون في كل جسم معين لدينا اختيارين إذن ستقومون باختيار الكتلة التقريبية لكل جسم نعم إذن تفضلوا قموا بإنجاز التمرين نعم جيد إذن كتلة حبت الموز ما هي؟ خمسون كيلو جرام أم خمسون جرام؟ نعم جيد إذن كتلة حبت الموز هي خمسون جرام أحسنتم إذن كتلة الياغورت مئة وثلاثون كيلو جرام أم مئة وثلاثون جرام؟ نعم جيد كتلة الياغورت مئة وثلاثون جرام أحسنتم كتلة الدجاجة كيلو جرامين أم جرامين؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ نعم جيد إذن كتلة الدجاجة كيلو جرامين أحسنتم إذن كتلة الحصان كم يزن الحصان؟ إذن كتلة تقريبية هل يزن ستمائة جرام أم ستمائة كيلو جرام؟ نعم جيد أحسنتم إذن الإجابة الصحيحة هي ستمائة كيلو جرام جيد أما الآن سنتعرف على وحدات أخرى لقياس الكتل إذن تابعوا معنا السنة الماضية تعرفتم على الكيلو جرام والجرام إذن واحد كيلو جرام كم يساوي بالجرام؟ واحد كيلو جرام كم يساوي بالجرام؟ نعم جيد أحسنتم واحد كيلو جرام يساوي ألف إذن واحد كيلو جرام يساوي ألف جرام أحسنتم إجابتكم صحيحة إذا أردنا الحصول على كتلة أقل من الكيلو جرام إذن سنقوم بتجزيء الكيلو جرام إلى عشرة أجزاء للحصول على وحدة جديدة والتي تسمى بالهيكتو جرام نعم إذن واحد كيلو جرام إذن واحد كيلو جرام يساوي كم بالهيكتو جرام؟ إذن يساوي عشرة هيكتو جرام واحد كيلو جرام يساوي عشرة هيكتو جرام أيضا إذا كان لدينا واحد هيكتو جرام وأريد الحصول على كتلة أقل من الهيكتو جرام إذن ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل كي أقوم بحل المشكلة؟ إذن سأقوم بتجزيه إلى عشرة أجزاء وسنحصل على وحدة جديدة التي نسميها بديكا جرام نعم جيد وبالتالي فإن واحد هيكتو جرام يساوي كم بالديكا جرام؟ إذن واحد هيكتو جرام يساوي عشرة ديكا جرام سنقوم بكتابتها هنا إذن واحد هيكتو جرام يساوي عشرة ديكا جرام ونفس الشيء إذا أردت كتلة أقل من ديكا جرام ماذا سأفعل؟ جيد أحسنتم سأقوم بنفس العملية التي قمت بها فيما قبل سأقوم بتجزيه إلى عشرة أجزاء للحصول على كم؟ إذن واحد ديكا جرام يساوي كم بالجرام؟ نعم أحسنتم يساوي عشرة جرام إذن واحد ديكا جرام يساوي عشرة جرام إذن أحسنتم؟ إذن بالنسبة للكيلو جرام والهكتو جرام والديكا جرام نسميها بالمضاعفة إذا أردنا أن نقيس كمية صغيرة من الجرام ماذا سنقوم؟ إذن سنقوم بتجزيه إلى عشرة أجزاء وبالتالي سنحصل على وحدة جديدة تسمى بديسي جرام واحد مني؟ واحد جرام يساوي كم بديسي جرام؟ جيد أحسنتم واحد جرام يساوي عشرة ديسي جرام ونفس الشيء إذا أردنا الحصول على جزء أقل من الديسي جرام مثلا لدي واحد ديسي جرام إذن واحد ديسي جرام أريد أن أجزئه سأقوم بتجزيه إلى عشرة أجزاء وسأحصل على وحدة جديدة تسمى بسانتي جرام وبالتالي فإن واحد ديسي جرام يساوي كم؟ جيد أحسنتم يساوي عشرة سانتي جرام جيد ونفس الشيء عفوا إذا أردت الحصول على كمية أصغر من السانتي جرام سأقوم بتجزيه إلى عشرة أجزاء للحصول على وحدة جديدة نسميها بالميلي جرام إذن واحد سانتي جرام إذن واحد سانتي جرام تساوي كم ب واحد سانتي جرام تساوي كم بالميلي جرام نعم أحسنتم تساوي عشرة ميلي جرام جيد أحسنتم وهذه كلها أقصد ديسي جرام والسانتي جرام والميلي جرام تسمى أجزاء الجرام تساوي كم يحسنتم Un chat Oui, c'est un chat Alors, que fait le chat? Que fait le chat? Bravo! Le chat boit de l'eau Le chat boit de l'eau Alors, c'est l'eau L'eau Regardez bien cette image Qu'est-ce que vous voyez? Oui, c'est un chant Que voyez-vous d'autre? Très bien, c'est la pluie Il y a aussi Oui, les arbres Bravo! Alors, regardons cette image Qu'est-ce que vous voyez? C'est qui? Très bien, mon fils C'est une femme Femme Que fait la femme? Ou bien, qu'est-ce qu'elle prend à la main? Oui, elle prend un arrosoir C'est un arrosoir Alors, que fait la femme avec l'arrosoir? Elle arrose les fleurs Bravo! C'est qui? Oui, c'est un garçon Que fait le garçon? Il boit de l'eau Très bien Le garçon boit de l'eau Et sur cette image, qu'est-ce qu'il y a? Oui, les vaches Très bien Quoi d'autre? Le cheval Bravo! Les moutons Oui Oui, très bien Le puits Alors, c'est quoi? C'est quoi? Oui, très bien C'est un abreuvoir C'est un abreuvoir Alors, regardez la première image On va revenir à la première image D'où vient la pluie? Oui, il vient du ciel Très bien La pluie vient du ciel Alors, qu'est-ce qu'il fait pour le champ? Oui La pluie arrose le champ La pluie arrose le champ Bravo! Et ici? Où se trouve l'eau? Et ici? Où se trouve l'eau? Très bien! Dans l'arrosoir L'eau est dans l'arrosoir L'eau est dans l'arrosoir Bravo! L'eau est dans l'arrosoir Et ici? Où se trouve l'eau? Où se trouve l'eau? Oui L'eau est dans le verre Bravo ma fille! Répète! L'eau est dans le verre L'eau est dans le verre Regardons cette image L'eau est dans l'arrosoir Où se trouve l'eau? L'eau est dans l'arrosoir Où se trouve l'eau? Très bien! L'eau est dans le puits L'eau est dans le puits L'eau est dans l'arrosoir L'eau est dans l'arrosoir L'eau est dans le puits L'eau est dans l'arrosoir L'eau est dans le puits